اشتركوا في القناة على الشاحن او يكون فوق 50% بعدها حتخش على تحديث البرامج بعدها تنزيل وتثبيت خلينا نثبت الاصدار الاصدار كبير شوية 638 فانتبه لو بياناتك ما هي مفتوحة البيانات يعني عندك محدودة بيانات اشبك على واي فاي ولو ما عندك اي مشكلة لو كان مفتوح يعني عادي حدث عن طريق البيانات وليس عن طريق الواي فاي حجمه كبير زي ما ذكرنا اكثر من نص قيقة تقريبا حسنوا الاداء الكاميرات اللي هو الامان للجهاز لشهر ستة خلينا نزلوا ونشوف التغييرات اللي سارت في هذا التحديث خلاص الان نقلص التحديث نضغط على تثبيت الآن وانتظر اعادة تشغيل جهازك ونشوف المميزات بعد اعادة تشغيل الجهاز طيب يا اخوان اكتملت عملية التحديث وتم اعادة تشغيل الجهاز اول تغيير هتلاقي عندك لو سحبت شاشة الاشعارات من الاعلى هتحصل عندك اختصار جديد اللي هو ماسح الكيو ارت سارت تقدر تقرأ اللي هو البر كود من خلال الكاميرا الرئيسية ايضا من اهم الاضافات اللي انضافت في هذا التحديث هو اضافة الوضع الليلي في الكاميرا الاساسية عندك على الجهاز يعني في الاماكن المظلمة اصبح بامكانك تصور باعلى جودة ايضا من التغييرات والاشياء البسيطة اللي احطها على الجهاز اللي هو تغيير علامة الشاحن او البطارية لما تشبك جهازك على البطارية تغير الان الشكل اللي بيظهر اللي هو دائرة الشحن معك فحيباب معاك لو شبكتها انا الان لان يشابك بالسلكة على الكمبيوتر فما حيطلع على الشاشة هذه هي كانت التغييرات اللي جاءت مع التحديث الجديد لاجهزة الجالكسي النوت 9 ايضا بالاضافة الى تحديث الامان لشهر 6 فما شاء الله التحديث صار يوصل اول باول يعني ما لانا اسبوع دخلين في شهر 7 وصار تحديث الامان متواجد الان وصلنا لنهاية الفيديو يعطيكم الف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي امان الله اشتركوا في القناة